بعد مطاردة استمرت أكثر من 72 ساعة تمكنت قوات الاحتلال الصهيوني من تصفية المقاوم عمر أبو ليلة ابن التسعة عشر عاما منفذ العملية التي وقعت صباح الأحد الماضي عند مدخل مدينة سلفيت الشمالي حيث زرعت مستوطنة أريئيل وأسفرت عن مقتل أحد جنود الاحتلال وحاخام إضافة إلى إصابة صهيوني ثالث عملية التصفية تم تعقب محاصرة أبو ليلة والاشتباك معه في قرية عبوين غرب رام الله مساء الثلاثاء حيث اقتحمت أكثر من 40 آلية عسكرية تابعة للجيش الصهيوني القرية بعد تسلل وحدات خاصة في سيارات محملة بالخضار وشرعت في محاصرة المنزل الذي كان يتحصن فيه منفذ العملية في البلدة القديمة لأكثر من ساعتين وأكد أهالي القرية أن جنود الاحتلال طالبوا الشاب أبو ليلة بتسليم نفسه إلا أنه لم يستجب وسمع صوت تبادل إطلاق النار بينه وبين قوات الاحتلال التي أطلقت وابلا من رصاص الحي وقذفتين في الأقل باتجاه المبنى الذي كان يتحصن فيه المقاوم في هذه الأثناء اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان في القرية وقوات الاحتلال مما أدى إلى إصابة أربعة في الأقل بالرصاص الحي في حين أطلق جنود الاحتلال دفعات مكثفة من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عملية بحث قوات الاحتلال عن منفذ عملية سلفيت والوصول إليه لم يكن أمرا سهلا حيث رافقتها حملات تمشيط واقتحامات واسعة شملت منازل عديدة في قرى منطقة سلفيت وفي قرية الزاوية غربا مصقط رأس مقاوم وقع هذه العملية الفلسطينية البطولية كان صادما على قادة جيش الاحتلال الصهيوني ولم يكن أمامهم بعد أن تمكنوا من اختيال أبو ليلى إلا أن يتبجحوا بنجاح جهودهم الاستخباراتية المزعومة في حين أكد مراقبون أن تنفيذ مثل هذه العملية المعقدة أمنيا على يد شاب فلسطيني دون تخطيط مسبق وكيفية تعامله مع تطورات الأحداث التي جرت معه أثناء العملية عندما طعن بسكينه جنديا صهيونيا ثم تمكن من الحصول على سلاحه وإطلاق النار عليه وعلى جنود ومستوطنين آخرين بالقرب منه قبل أن يلوذ بالفرار بمركبة استولى عليها ومع حالة الفزع التي عاشها الصهايين من جنود ومستوطنين من كانوا موجودين في مسرح العملية كل هذه المعطيات تؤشر وبوضوح مدى جبن الاحتلال الصهيوني مقابل شجاعة الفلسطينيين أصحاب الأرض وأصحاب الحق